هذا وقد تظهر الألاف في العاصمة الفرنسية باريس تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية والتي أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن وإصابة 249 آخرين وهتف المشاركون في المسيرة هتفات مؤيدة للقاضية الفلسطينية والطلب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق نار في قتا غزة وحماية المدني هنا اشتركوا في القناة